بسم الله الرحمن الرحيم أبناء وبناتي طلبة وطالبات المدارس السنوية الزرعية أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد وحلقة جديدة وطلبة الصف الثاني برنامج فني إنتاج محاصيل الحقل إن شاء الله سوف تكون هذه الحلقة عن استكمال ممارسات إنتاج محصول القطم الحقيقة هذه الحلقة من الحلقات التي تحظى باهتمام إلى حد ما لمحصول القطم من أهمية وخاصة أن هذا المحصول كان قد مر في فترة من الفترات بمشاكل كثيرة وهي قلة إنتاج هذا المحصول وقلة المساحة المنزرعة منه وقلة الكمية المنتجة منه وعزوف المزارع عن زراعة هذا المحصول نتيجة لأسباب كثيرة جدا النهاردة نحاول نلقي الضوء على الممارسات الزراعية لإنتاج هذا المحصول لكي نساعد ولكي نكون في من يضع لابنا في المساهمة في تطور وفي تقدم هذا المجتمع خاصة وأن هذا المحصول من المحاصيل التي كانت تصدر للخارج لجلب العملة الصعبة لكي تستخدم في التنمية وفي المشاريع الخاصة والمشاريع القومية التي تقوم بها الدولة لكي تحقق تحسين أو ترفع مستوى دخل المواطن المصري وتستقلب الأيدي العاملة وتقضي على البطالة وتستوعب كمية كبيرة وعدد كبير من الشباب الذين يسعون إلى فرصة عمل الحقيقة هذا المحصول اللي هو محصول الأطل احنا كنا اتلمنا عليه في حلقات سابقة واستعرضنا معايير الخاصة بهذا المخرج حيث أن هذا المحصول من المحاصيل الصيفية التي يزرع في المحصول الصيفي المبكر ويحتاج إلى وقت طويل إلى حد ما حيث يمكس في الأرض مدة تسعة أشهر لكي ينضج تماما ويتم جنيه أو جمعه والتخلص منه لإعداد الأرض لزراعة المحصول الذي يليه الحقيقة علشان نسترجع معكم لأنه فاتمر وقت معين منذ الحلقة السابقة وإعادة هذه الحلقة في هذا الموضوع لذلك لا بد أن نؤكد أبنائي وبناتي على المعايير الخاصة بهذا المخرج لما نيجي نشوف معايير الأداء الخاصة بهذا المخرج اللي هو تطبيق الممارسات الزراعية في إنتاج محصول الأطن هنلاقي أول معيار من هذه المعايير اللي هو ينفذ التخطيط الجيد وهذه العملية هي عملية من ضمن عمليات خدمة الأرض لاي ما هنشوف دلوقتي على شاشتنا هناك معايير أداء كثيرة جدا المعايير ده هي أما بنستعرضها لا بد أن نقف عندها لأن كل معيار من هذه المعايير يقابله دليل أداء خلاص إحنا أبنائي سنة تانية فهموا دلوقتي معنى إيه؟ معنى معيار الأداء وفهمهم يعني إيه دليل تعلم أول معيار من معايير الأداء ينفذ التخطيط المناسب لزراعة محصول الأطن حسب التوصيات الفنية اتنين يحسب معدل التآول المناسبة احنا بنحب نذكر أبنائنا ونربط الحلقات ما سبق بما هو قائم دلوقتي وموضوع الحلقة ثلاثة ينفذ طرق الزراعة المناسبة طبقا من نوع الطربة أربعة يضبط الكسافة النباتية المناسبة للنمو والإنتاج الجيد خامسة يقاوم الحشائش بالطريقة المناسبة دون الإضرار بالمحصول الأصلي ثم ينفذ برنامج التسميد المناسب وفقا للتوصيات الفنية معيار رقم سبعة ينفذ برنامج الرأي المناسب حسب احتياجات المحصول برنامج معيار رقم تمانية يحدد علامات نضج المحصول ومعاد الجانب الأمثل أبنائي وبناتي هنا احنا ذكرناكم بمعايير الأداء دلوقتي هنستعرض معاكم الوصف النباتي علشان كل طالب يبقى قدامنا وحاضر زهنه ومتخيل وعارف شكل النبات الحقيقة النبات هنا لما نيجي نتكلم على الجزر فبنقول ان الجزر الجزر وتدي متعمق يحمل جزور جانبية بص كده للصورة دي جزر القطن ايه جزر ايه وتدي يحمل عقد بكتيرية يعني ايه وتدي يعني في عندنا جزور عرضية وجزور ليفية وجزور وتدية هذا القطن او هذا المحصول من ضمن المحاصيل التي تتميز بان الجزر بتاعها جزر ايه جزء وتدي هذا الجزر الوتدي يتعمق في الارض حوالي من تسعين الى ميت سنتي او يزيد وظيفته هو تثبيت النبات في الارض الى جانب انه يمتص الماء والعناصر الغذائية من الطربة لكي ينقلها او تنقل عبر خلايا الخشب وعبر اجزاء النبات وعبر الساق الى اجزاء النبات الاخرى اللي هي الاوراق والافرع الثمرية والافرع الخضرية والثمار الى اجزاء النبات المختلف اتنين الساق الحقيقة ساق القطن لا بد ان نصفها ونوريك مكونات الساق لان ساق القطن عبارة عن ساق قائمة ساق ايه قائمة هذه الساق القائمة تنقسم الى ثلاثة اقسام وهي المنطقة الجرداء ومنطقة الفروع الخضرية ومنطقة الفروع الثمرية المنطقة الجرداء وهي منطقة خالية من الفروع زي ما احنا شايفين كده في الصورة القدام نديت دي منطقة ايه المنطقة الجرداء يعني ايه منطقة جرداء تبصت لايه فضي خالص هاي هي المنطقة التي تعلو سطح التربة ادي سطح الارض هاي وادي اول اه ورقها او برعم جانيبي اهو يبقى المسافة ده هي كلها هي المنطقة ايه الخالية طب المنطقة الخالية دي ات ارتفاع كام اتنين الى اربع سلميات اتنين الى اربع ايه سلميات هذه المنطقة زي ما احنا قلنا كده هي منطقة خالية من الافرع يبدأ بعدها ايه يبدأ بعدها في اه خروج الاوراق والافرع الثمرية يبقى دي اسمها المنطقة الخالية ولما نجي نشوف المنطقة الجرداء دي تبقى حتى وصول النبات الى طور النطج المواسب للجامع اللي هو المنطقة دايش شايفين كده الماوس بيجي للمؤشر بتاعها المنطقة اللي انا بشور عليه دي تفضل المنطقة جرداء لا يخرج منها اهي زي دي كده ما يخرجش فيها اي ايه اي نموات خالص طيب بعد كده نتحدث عن الافرع الثمرية اللي هي موجودة على الساق بص كده معايا عشان تفهم يعني ايه افرع الثمرية الافرع الثمرية تحمل ما يسمى بالوسواس بص كده معايا ده ايه ده اسمه ايه الوسواس طب دي ايه ديه النورة نورة القطن اهيه ادي نورة القطنة طب الله طب في فرق ما بين الشكل ده والشكل ده أقول لك طبعا فيه فرق لأن نبات القط حينما يبدأ في مرحلة الزهار فإن الزهرة تمر بعدة مراحل من بداية التكون البرعم الثمري اللي هو ما يسمى به الوسواس الوسواس دي اللي هو البرعم الثمري في القط ثم يبدأ البرعم الثمري دي فيه أن يكبر وينمو حتى تتفتح منه النورة بتاعة القط نورة القط تبدأ في أنها نورة ناقوسية لونها أصفر هذه النورة بعد عملية الإخصاب تبدأ في أن يتحول لونها من اللون الأصفر إلى اللون الأحمر أو يميل إلى اللون الأحمر زي ما أنت شايفين كده ثم تجف وتسقط بعد ما بتجف وتسقط تبدأ بقى الثمار بتاعة القط في التكون يبدأ نتكون نتكلم على الأوراق وتفصيل شكل الأوراق الأوراق هي أوراق بسيطة هذه الأوراق لها عنق طويل يحمل النص لبتاع الورقة والورقة مفصصة تحتوي على أوبار وتترتب حلوزونيا على الساق وبيوجد بكل ورقة برعمين اتنين برعم إحدهما حقيقي يعطي فروعا خضرية والآخر بجانبه يعطي فروعا ثمرية وهذه شكل عام لمحصول القطن أو لنبات القطن هذا الشكل العام يوضح الشكل الخضري للأوراق وليه النبات بصفة ايه بصفة عامة الصورة اللي قدامنا دي الحقيقة لازم نقف عندها شوية علشان خاطر نتكلم فيها شوية ده ايه دي الثمر الثمرة اللي هي القطن اللي هو القطن الظهري اللي هي اللوز ده ايه ديه النورة بتاعة القطن بعد عملية الإخصاب لونها بيتحول من اللون الأصفر إلى اللون الغامق ده الأحمر قرمزي طيب دي ايه دي الأوراق بتاعتي اللي هي أوراق مفصصة شايف معايا كده ماشي معايا أهيت أهيت لكن هي ايه أوراق بسيطة ده ايه هذا هو وسواس ظاهرة من الظواهر السلبية وهو جفاف الوسواس وده نتيجة لمعاملة خاطئة تعرض لها النبات علشان كده احنا لما نيجي نتكلم مع أبنائي وبناتي طلبة وطلبات المدارس السنوية الزراعية فبنتحدث عن بعض الممارسات الزراعية السلبية أو التي يتسبب منها مشاكل بالنسبة للمحصول وانت طالب ثاني حينما تعمل لابد أن تعمل بمعايير أداء سليمة لأن لو انت مشتغلتش معايير أداء سليمة حترتب على ذلك خسارة قد يتعرض النبات إلى الجفاف أو الزبول أو الموت وبالتالي يبقى أنت طالب غير جدير وغير ملغوب في مكان العمل ويبقى أنت محتاج تؤهن نفسك مرة أخرى للعمل لكي تستعيد ثقتك بنفسك وتستعيد ثقة سوء العمل بيك علشان كده لما بنيجي نتكلم على محصول القطن بنتكلم عليه تفصيلا من خلال عرض بعض ودى دي متعمق يحمل جذور جانبية هذا الجزر وظفته إيه؟ وظفته إنه هو يثبت النبات في الطربة وظفته إيه كمان؟ وظفته إنه هو يمتص الماء والعناصر الغذائية من الأرض لكي يتفحه إلى أجزاء النبات المتبقية أيضا الجزر غير كده وكده يعمل عملية إيه؟ يعمل عملية مهمة جدا 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 وهي إنه هو يمتص المحلول الغروة من الأرض بما تحتويه من عناصر غذائية لكي يغذي النبات طيب بعد كده تكلمنا على الأوراق وإن الأوراق بتكون أوراق بسيطة ولكنها مفصصة هذه الأوراق لها عنق وتوجد على يحملها الساق والأوراقة هي مصنع النبات يعني إيه؟ لأنها تقوم بعملية التمثيل الضوئي عملية التمثيل الضوئي من العمليات الهامة التي تقوم بها الأوراق لكي تقوم بهذه العملية الحيوية التي لها أثر كبير في حياة النبات أنت عارف عملية التمثيل الضوئي من العمليات الهامة لجميع النباتات وخاصة النباتات الضرانية ليه؟ لأنها بتقوم بتمثيل الكارباهيدرات ونقلها إلى الضرانات طيب بالنسبة للنبات زي نبات الأطل هي بتقوم بعملية التمثيل الضوئي هو برضو مصنع النبات ليه؟ لأن النبات من غير أوراق يموت نبات من غير أوراق يموت يبقى هنا أهمية وجود الأوراق على النبات وأهمية المحافظة على الأوراق في النبات علشان كده هناك بعض التوصيات التي يجب أن نستفيد منها وهي أن عملية الري في الأطل من العمليات المحددة لكمية الإنتاج لو إحنا روينا الأطل رأي غزيرة ومع عدم إحكامها قد تتعرض النباتات إلى الزبول قد تتعرض الأوراق إلى السقوط لما الوراق سقطت يبقى النبات فقط جزء كبير جدا من الأجزاء الحيوية فيه وبالتالي يتأثر المخصول تأثرا واضحا طيب الصورة اللي إحنا كنا عرضناها من شوية اللي هي فيها الوسواس الجاث وقلنا إن دي ناتج عن ممارسة سلبية الممارسة السلبية اللي هي إيه؟ إن هي أنت رويت القطن دون أن تكون مدركا أن تعرض القطن للري الغزير يؤدي إلى سقوط الوسواس والوسواس هو مصدر المحصول بداية المحصول الوسواس ده اللي هو الجزء البسيط عايزين نرجع تاني للصورة دي علشان نوضح لأبنائنا الوسواس ده اللي هو إيه؟ الجزء البسيط اللي هو بداية البرعم الزهري في القطن اللي هو بعد كده بيبقى نورة ثم ثمرة ثم اللوزة أو القطن الزهر يبقى هنا ممارسات زراعية سليمة تدي لك محصول جيد ممارسات زراعية غير سليمة يبدي ينتج عنها إيه؟ مشاكل يبقى هنا أبنائي وابناتي لابد أن يكون لدينا الخبرة والضراية الكافية لكي نقوم بالممارسات الزراعية على الوجه الأكمل وبالطريقة السليمة لنتجنب المشاكل التي قد يتعرض لها المحصول أثناء زراعته منذ الزراعة وحتى الحصاد نعود أبنائي وابناتي لنستعرض معكم الجزئية اللي احنا كنا وقفنا عليها اللي هي بعض المشاكل التي يتعرض لها المحصول زي زبول الأوراق أو سقوط الوسواس وقلنا إن هذا العرض ناتج من إيه؟ من سوق المعاملة أو الريء الغزير بعد كده نتحدث عن الأظهار زي ما احنا شايفين على الشاشة الظهرة هي صفراء اللون ناقصية الشكل الأظهار بتاعت القطنة زي ما احنا شايفين كده على الشاشة صفراء اللون ناقصية الشكل هذه الأظهار تبدأ صفراء ثم حمراء ثم تجف بعد الإخصاب هذه زي ما انت شايفها هيت هذه اللون الظهرة بعد التفتح مباشرة ثم اللون اهو أصفر ثم تبدأ فيه اللون ده هو الأحمر الكرمزي ثم الأحمر ثم إيه؟ ثم تجف هذه اللون إيه؟ زهرة القطنة ودي هنا أعضاء ايه؟ التذكير وأعضاء التأنيس ده اللي هو الأعضاء الحيوية للنبات وده اللي هي الأوراق التي اللونها ملونة التي تجذب الحشرات طيب هنا ايه؟ دي هي الأوراق التي تحمي الظهرة أو باقي أجزاء الظهرة ثم ننتقل إلى الصورة الأخرى اللي هي الصورة دي هذه الأظهار يعني جانب آخر من الصور التي تعرض لك أو التي نعرضها لك لكي تتعرف على شكل الظهرة دي يبا هنا ايه؟ هذه زهرة القطن وهذه برضو لقطة أخرى من ساوية أخرى لزهرة القطن ثم نبدأ في هنا الصورة دي نبدأ نقف عن ده ونقول ألا ايه اللي تم؟ الظهرة لونها اتغير بص قرن ما بين اللون ده بص كده قرن ما بين ده هي دي هي دي هي نفسها ولكن ايه ده؟ هي الظهرة التي بعد عمل التي حدث لها عملية تلقيح وإخصاب هي ظهرة القطن بعد عملية التلقيح والإيه؟ والإخصاب هذه الظهرة تبدأ في أن يتغير لونها من هذا اللون إلى هذا اللون بص شكل كده بص شوف تغيرت أنا عايزك تعرف تدرج اللون هدي هدي تدرج ايه اللون بالنسبة للأزهار هدي اللون هاي فبعد كده ايه؟ نشوف هالصلاية دي كده واحدة هو هدي لون الظهرة ثم بعد الإخصاب مباشرة يبقى لونها كده ثم يبدأ فيه اللون القرمزي ثم تجف الأزهار وتسقط ويبدأ تبدأ تكون ايه؟ الثمار اللي هي الشكل ده شوف السمر عبارة عن ايه؟ علبة مخروطية لها غلاف جلدي ومصاريع تتفتح إلى 3 إلى 5 فصوص نيجي نشوف كده هدي السمر مخروطية هاي بص شايف كده شفت عايز أقرب لك الأمور شوية علشان بعض أبنائنا وبناتنا اللي هم يعني يتابعونا شفت اللامون الأضالية هاي شكلها كده اللي هو بيبقى لك كده طرف مدبب كده بالشكل ده كده أها بس طبعا في فرق كبير ما بين الشكل هنا لون أخضر ثمرة القطن مخروطية لون أخضر بصنع بحاول أقرب لك الشكل ومثبتة في بعنق متصل ب السيقان أو بالفروع الثماري طب بيجي يقولك تتكون من مصاريع هاي المصرع أدي مصرعه وأدي مصرعه وأدي مصرعه وأدي مصرعه يبقى هنا مهمة قوي قوي نحن نعفهم يعني إيه مصاريع بصوا كده الشكل ده شكل آخر واضح وبصوا بمكان الماوز ده كده أدي المصاريعه اللي احنا اللي أنا بشاور عليها دي طيب بعد كده بنتكلم على إيه نتكلم تفصيلا بقى نشوف كده شكل السمر أهي قريب قوية شفت كده يعني شفت شكل اللمون كده البلد ولكن هنا السمر مغلفة بإيه مغلفة ب الأوراق اللي هي التواج علشان تحميها تحمي الأجزاء طيب هذه الأوراق بتمر بعد كده الأوراق بتجف تجف بعد تفتح السمر دي يعني شوف السمر دي تلونها أخضر بعد كده يتحول لونها إلى اللون القرموزي اللي هو ده هو ثم تتفتح بالشكل ده كده أو الشكل ده المصارية ده ده المصارية بتاعتي لبقى هنا احنا بنمر بعدة مراحل من مراحل إنتاج من مراحل ايه التزهير أدي أشكال اللي أنا مهمة أو أوي أنا نعرض أدي الثمرة المخروطية بتحول لونها إلى لون حاسي ثم تتفتح وريتك كل ودي الزهرة في بداية التفتح شوف المصارية عاملة إزاي آه آه هذه المصارية بتاعة زهرة القطن لما تتفتح وتكتمل التفتح القطن يخرج منها بالشكل ده القطن الشعر أو القطن آسف الزهر يخرج منها بالشكل ده لأن واحد يقول لله هو أنت تراجعت وقلت آسف لي أو سأقول لك لإيه لأن هناك فرق بينه القطن الزهر والقطن الشعر هنا اللي إحنا عرضينه ليه ده هو ثمرة القطن هي الثمرة اللي هو القطن الزهر اللي هي القطن المختلط بالبزور أما القطن الشعر هو القطن المنزوع البزور هو القطن الإيه المنزوع البزرة يبقى هنا ففرق بين القطن اللي هو القطن المحلوق القطن المنزوع البزور اللي هو القطن الشعر أما القطن الزهر هو اللي قدامنا ده اللي إحنا قلنا بينتج من ثمرة هذه ثمرة لها إيه مصاريع طب البزور البزور صمراء اللون كمثرية الشكل يبالبزور صمراء اللون كمثرية الشكل مغطاه بزغب يتم معاملة البزور بمعاملات ميكانيكية لنزع الزغب لسهولة زراعة هذه البزور بعد كده وانسيابتها أثناء البزور نيجي بقى نستعرض أبنائي وابناتي لأول المعيار من المعايير دي احنا بنذكرك بما تم بما مضى علشان تبقى معايا اللي هو ينفذ التخطيط المناسب ينفذ الايه؟ التخطيط المناسب الحقيقة عملية التخطيط وهي عملية من العمليات المتممة لخدمة الأرض بختم الأرض إن أنا بنحر حرط جيد عميق ثم يتم تسوية الأرض تسوية جيدة ومع ملاحظة التسميد العضوي للقطم أثناء عملية الحرث أو أثناء عملية خدمة الأرض بنضيف السماد بنضيف السماد العضوي ثم يتم يتم تخطيط الأرض بمعايير التخطيط بالتخطيط المناسب ثم يتم تجهيز التقاوي لزراعتها بالمسافات المحددة لإنتاج القطم بشكل جيد ليه؟ لأن نبات القطن من النباتات اللي هي بتحتاج إلى نمو وبتحتاج إلى مجال للنمو هذا المجال مطلوب إن إحنا نزرع النباتات بكسافة معينة في الأرض بعد كده نتحدث عن عمليات الخدمة أدي خدمة الأرض زي ما أنتم شايفين كده ثم تبدأ عملية الحرث وبعد عملية الحرث نتأكد من أن الحرث حرث جيد ثم عملية التسوية ثم عملية التخطيط المناسب بهذا الشكل ويظهر الخطوط بالشكل ده أدي مجرى الخط ثم أدي قمة الخط ودي ريشتي الخط إحدهم الريشة العمالة والأخرى ريشة بطالة التي يزرع عليها النبات بكده إحنا استوفينا عملية التخطيط ثم عملية تقسيم الأرض ودي التسميد بسماد السوبر في صفات ثم تجهيز الأرض وبعد تجهيز الأرض يمكن أن يتم تجهيز التقاوي بمعدل 4 إلى 5 كيلو أو 40 إلى 50 كيلو جرام ثم يضاف إلى هذه التقاوي المطهر الفطري ثم يتم زراعتها في الأرض مباشرة ينفذ طرق الزراعة سواء الريب مزاوج أو الزراعة الحراتي الحقيقة أبنائي وبناتي لابد أن يكون لنا وقفة عند هذا المعيار اللي هو ينفذ طرق زراعة الأطل ينفذ طرق زراعة الأطل يبقى هنا هينفذها إزاي؟ إحنا خلاص انتهينا من عمليات الخدمة عمليات الخدمة كلها من أول عملية الحرس وحتى عملية التخطيق ثم تجهيز التقاوي هنبدأ نعمل عملية الزراعة الزراعة تتم إما بطريقة الري المزاوج أو بطريقة الزراعة الحراتي اللي هي الدمساوي أو أزراعة بطرق أخرى استخدام المضرب أساس عندي إيه؟ الأساس عندي في هذه الطرق اللي هي طرق الزراعة أن الأرض يتم إعدادها وخدمتها خدمة جيدة ولما الأرض يتم إعدادها وخدمتها خدمة جيدة أبدأ أن أنفذ طرق الزراعة على حسب التوصيات الفنية أنا عايزك تفهم الفرق ما بين طرق الزراعة يعني أنا دلوقتي طلبت منك أنك تزرع بالطريقة الحراتي يبقى لابد أن تتذكر مهم أو تتذكر هذا الكلام لأن إيه؟ لما أقولك الزراعة بطريقة الحراتي يقول لي آه ما إحنا خدنا ده في طرق الزراعة اللي هي زراعة العفير والحراتي وفي وجود الماء طب الزراعة الحراتي إيه؟ تم إعداد الأرض للزراعة ثم ري الأرض بدون زراعة ري كذابة ثم تترك الأرض فترة معينة حتى تحتوي على نسبة رطوبة كافية لإنبات البزور ثم يتم إعداد البزور ونقعها في المياه ثم يتم التخلص من الطبقة الجافة فوق سطح الطربة ثم توضع البزور بين الثراء الرطب وتغطى بصراء رطب ثم صراء جاف وتم تغطيتها ودمجها ودمج التربة فوق منها وتترك حتى الإنبات يبقى دي طريقة الزراعة الحراتي طيب طريق اللي هو المزارع يسميها الدمساوي هناك طرق أخرى زي طريقة الرأي المزدوج اللي هي رأي الأرض رأي خفيفة ثم تترك الأرض لفترة حتى تستحرص وتخرج ما بها من بزور الحشائش تخرج ما بها من بزور الحشائش ثم بعد ذلك يتم الري يتم الزراعة ثم الري رأي خفيفة سريعة دون أن تتعرض البزور إلى كمية مياه كبيرة حتى لا تموت البزور نتيجة لتشرب كمية كبيرة من المياه كده نبقى إحنا عملنا عملية الزراعة طيب الزراعة بتتم فين؟ الزراعة تتم في السلس العلوي ولا في السلس السفلي ولا في قيمة الخط الحقيقة أن الزراعة تتم في السلس السفلي للخط يعني في وسط الريشة العمالة ليه؟ لتجنب تأثر البزور بالأملاح إذا وجدت أملاح في الأرض أو لتجنب الطبقة التي قد تتشقق على الأرض نتيجة لجفافها بسرعة يبقى هنا معيار الأداء عندي هو أن تتم عملية الزراعة بشكل جيد وبشكل سليم طيب هل الأطل يزرع في جميع الحالات منفرد الحقيقة؟ هناك طرق للزراعة اللي هي يقصد بها تحميل المحصول على محاصيل أخر يعني لو عندي أرض منزرعة بمحصول شتوة زي محصول البصل زي الصورة اللي قدامنا دي كلا بالضبط دي إحنا بنعرض لكم وهو نتيجة إحنا يعني بنربط ما بين المعلومة والصورة هذه الأرض مزروعة بمحصول البصل ومحصول البصل تم حصاده ووضعها فوق ظهر الخط ثم يتم زراعة محصول الأطل في نفس الأرض يبقى هنا أنا استفدت بإيه؟ استفدت بعامل الوقت استفدت بإن أنا في نهاية الرأي في آخر الرأي لمحصول البصل زرعت محصول الأطل وبالتالي زي ما احنا شايفين هو قادي طرق من طرق الزراعة لهذا المحصول ثم نصل بعد إلى عملية ضبط الكسافة النباتية وضبط الكسافة النباتية أبنائي وبناتي الغرض منها الحصول على الكسافة النباتية العددية للنباتات في وحدة المساحة بشكل مناسب لكي نوفر للنباتات فرص النمو الجيد دون منافسة لأن نبات الأطل نبات شجيري فبيحتاج إلى إيه؟ يحتاج إلى مجال جيد من التهوية ومسافة الزراعة علشان كده عمليات ضبط الكسافة النباتية سواء بعملية الترقيع أو بعملية الخفل من العمليات الهامة لعمليات لممارسات إنتاج محصول الأطل يبقى لنا أبنائي وبناتي التسميد ثم الحصاد اللي هو جني القطن الحقيقة أما بنكلم على تسميد القط فبنقول أن هذا المحصول من المحاصيل المجهدة للطربة التي تحتاج إلى كمية كبيرة من الأسمدة ولكن مع التوازن لأن المغالاة في التسميد الأزوتي يعرض النبات إلى خطر الإصابة بدودة ورق القط وهذا محظور أو من المحاذير أن احنا نغالي في عملية التسميد الأزوتي إلى هنا أبناء وبناتي بنكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة